أود أن نتحدث اليوم عن نوع مكتشف جديداً من أنواع الضفاضع الشفافة التي تعتبر آية من آيات المبدع سبحانه وتعالى العلماء أيها الأحبة في كل يوم يكتشفون أنواع جديدة من الكائنات يكتشفون يعني إبداع جديد في خلق الله سبحانه وتعالى عنوان هذا البحث أيها الأحبة هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين هذا الضفضع الصغير جداً حجمه صغير حقيقة ولكن سأتأمل معكم دقة الصانع سبحانه وتعالى أنظروا إلى هذه النقط السوداء العينين هذا الشكل الجمالي الرائع ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى هذا الضفضع أيها الأحبة اكتشف حديثاً عام 2019 في الإكوادور وتبين أن له تركيب جميل جداً انظروا هنا أحبتي في الله هذا هو الضفضع الشفاف انظروا سبحان الله يعني كيف يظهر هذا القلب باللون الأحمر سبحان الله يعني إبداع إبداع الخالق جلد شفاف يظهر هنا القلب باللون الأحمر وهنا الكبد وهذه طبعاً صورة لأنثى يظهر هنا كيس البيض باللون الأخضر انظروا أيها الأحبة سبحان الله كله شفاف سبحان المبدع يعني أنا فقط عندما أتأمل مثل هذه المخلوقات أيها الأحبة العلماء اليوم يفشلون تماماً في تفسير سر وجود هذه الكائنات الشفافة لماذا؟ لماذا وجدت في الطبيعة؟ ما هو الهدف من وجودها؟ لم يجدوا إجابة الجواب نجده في القرآن العظيم يزيد في الخلق ما يشاء الله عز وجل أراد أن يجعلك أيها الإنسان على بينة من دينك أرادك أن تبني إيمانك على أساس عقلي وأساس علمي سليم نحن في الإسلام أحبة في الله لا يوجد لدينا إيمان أعمى خلق الله هذه الكائنات سبحانه وتعالى وأعطاها هذا التصميم الرائع يعني أنظروا هنا هنا أيها الأحبة في أطراف هذا الضفضع طبعا الصورة هنا يعني مهما كبرتها لا تعطيك التفاصيل الدقيقة لهذه الأطراف التي تظهر هنا باللون الأصفر هذه الأطراف تفرز باستمرار مادة لأصيقة تساعد هذا الضفضع على الالتصاق بالأماكن بالأشياء حتى الزجاج يستطيع أن يلتصق به هذا الضفضع لديه وسائل للإصطياد والحياة أيها الأحبة الضفضع أحبتي في الله لديه مجهز بدماغ صغير جدا ولكن هذا الدماغ يناسب حياة هذا الضفضع من أجل التكاثر من أجل التغذية من أجل الإصطياد يصطاد فرائسه من الدباب والحشرات وغير ذلك والبعوض ويتغذى عليها وينظف البيئة إذن له دور مهم في تنظيف البيئة وفي التوازن البيئي هذا الضفضع الجميل أحبتي في الله زوده الله بطريقة يستطيع بها أن يحسب كيف يصطاد الفريسة سرعة اصطياد الفريسة سرعة حركة الفريسة يستطيع أن يحرك عينيه ويرى بسرعة وبالتالي الذبابة مثلا التي نفشل نحن البشر في استيادها يعني أنت حاول أخي الحبيب إذا رأيت ذبابة حاول أن تقتلها غالبا ما تفشل في ذلك لأن الذبابة ترى بالتصوير البطيء تراك وأنت تحرك يدك وهي تتخذ القرار وتهرب بسهولة هذا الضفضة لديه قوة إبصار وسرعة حساباته أعلى من الذبابة لذلك هو يستطيع أن يصطاد الذبابة بسهولة كبيرة جدا يصطاد هذه الحشرات بسهولة كبيرة من الذي زوده بقدرة على الحسابات أعلى من قدرة الذباب الله عز وجل لذلك الله تعالى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى لذلك أيها الأحبة أنا مثل هذه الاكتشافات والله تزيدني إيمانا تزيدني يقينا أقتنع أنه لا يوجد شيء عبث أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون لا يوجد عبث لا في خلق الله ولا في كون الله ولا في كلام الله هذا المخلوق له دور ومخلوق يسبح الله هيا الله له كل وسائل الحماية والحفظ والحياة والتكاثر هذا المخلوق موجود منذ ملايين السنين ويتكاثر ويعيش ويسبح الله ونحن عنه غافلون فقط عام 2019 اكتشف ولكن هذا لم يخلق الآن هذا موجود منذ عشرات الملايين من السنين ويتكاثر لذلك يعني أخي الحبيب لا تظن أن العلماء وصلوا لكل شيء لا يخدعونك فيقولوا أن العلم استطاع أن يعلم كل شيء لا هناك مليارات الكائنات نحن نجهلها بخاصة في أعماق المحيطات نجهل تماما مليارات من الكائنات عفوا مليارات من الكائنات لم تكتشف بعد موجودة في طبقات الأرض موجودة في الكهوف موجودة في أعماق البحار موجودة في كل مكان في أماكن البراكين موجودة في كل مكان العلماء يكتشفونها يوما بعد يوم ليظهر لنا الله أنك أيها الإنسان ضعيف لا تظن أنك بلغت كل شيء من العلم لا أنت ضعيف لذلك أعترف بضعفك أمام عظمة الخالق عز وجل وتبقى هذه الآية عنوان لهذه المخلوقات ينبغي أن نتدبرها ونتفكر فيها هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته